هناك ليلة الخبر كارعشار إلى ارتفاع عدد الإصابات داخل أحد السجون اللبنانية. كيف تبدو آخر أرقام انتشار وتفشي فيروس كورونا سواء داخل السجون في لبنان أو خارجها؟ هذا الأمر كان يتخوف منه الجميع بداية بها أن يكون هناك انتشار لفيروس كورونا في السجون اللبنانية. وهذا ما كان يتخوف منه الجميع حصل بالفعل هناك أكثر من 200 حالة يقول نقيب الأطباء اليوم. لم يحدد ما إذا كانت الإصابات المائتين أو أكثر من مائتين إصابة هي للمساجين فقط بين المساجين والنزلاء. أم أيضا للقوى الأمنية المولوجة بحماية أيضا سجر رومي. كما ذكرت سجر رومي هو من أكبر السجون في لبنان وأكثرها اقتضاظا. هناك مبنى اليوم يتم تخصيصه أو تم تخصيصه لنقل الحالات إليه. ولكن المعلومات تشير إلى أن المبنى با ومبنى المحكمين. هناك إصابات كورونا في هذين المبنيين. وأن المبنى ذال الاحترازي والأحداث خاليان من أي إصابات لفيروس الكورونا. الأهالي الذين يعترضون وكانوا يتخوفون من حصول هذا الأمر. هناك عدة تواقفات وأحتجاجات وأعتصامات يقوم بها أهالي الموقفين في سجن رومي والسجناء. أيضا البعض منهم يطالب بأن يكون هناك عفو عام عن الموقفين. خاصة من من لم يتم بعد إجراء محاكمات لهم. وهناك جرائم صغيرة بحقهم. أيضا وزير الصحة أعلن أنه يتم العمل على إيجاد مبنيين واحد في البقاع وآخر في بيروت. لنقل الموقفين المصابين بفيروس كورونا. وأيضا نقيب الأطباء طالب بتسريع المحاكمات بحق الموقفين. وبالتحديد من هم مصابين بكورونا. كي لا يكون الانتشار على أوسع نطاق. ولكن مئتي إصابة هو ليس بالرقم البسيط. الفيديوهات المسربة من داخل سجن رومي هي مقلقة جدا بظل الاقتضاد. وبوجود أعداد كبيرة في الغرفة الواحدة. التي لا يمكن أن تتسع إلى أكثر من شخصين أو ثلاثة. هناك عشرة إلى اثنى عشرة شخصا داخل الغرفة الواحدة. على صعيد لبنان ككل بهاء الإصابات هي إلى مزيد من الارتفاع. بالأمس تم تسجيل أكثر من ستمائة وخمسين إصابة. نحن ننتظر مساء أن يتم الأعلان عن الأعداد الجديدة. ولكن أيضا أعداد الوفيات هي بالارتفاع المستمر. وأيضا الإجراءات. وزير الصحة دائما يطالب بأن يكون هناك التزام من قبل المواطنين اللبنانيين. وأود أن أشير إلى أمر آخر. فقط نقطة أخيرة. إلى أن هناك تحميل مسؤولية للسجناء. على اعتبار أنهم لا يلتزمون بالإجراءات الصحية. شكرا جزيلا لك ليلى خليل من بيروت.